شاهدين على فاضل المتتبعين إنما كنتم نرحب بكم في عدد جديد من برنامجكم الخضرة أنوال هذا البرنامج الذي يهتم بكل ما يخص المنتخب الوطني الجزائري وأيضا جديد لعبين المحترفين اليوم نجتمع إياكم للحديث عن موقعتي الصومال والمزنبق وجهتا أو موجهتا إن كانت اختبارا لجمال بالماضي خاصة الموقع الثانية مباراة المزنبق والثاني انتهتا بفوز المنتخب الوطني الجزائري في كلتا المبارتين أمام الصومال المنتخب الوطني فاز بثلاثية مقابل هدفه أمام المنتخب المزنبقي انتهت المباراة بثنائية مقابل شيء سننتحدث عن مجرية كلتا المبارتين وعن الإيجابيات والسلبيات من الناحية التقطيكية رفقة محللين ونقادنا الرياضيين نتشرف كثيرا بتواجد المدرب القدير ظهر فرانس أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أخي يوسف أهلا بشيخ ناصر لكل متابعين قناة جزائري شكرا شكرا وأيضا أتشرف بتواجد محللنا المتميز ناصر عمر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أخي يوسف أخي زعير جمهورنا الكريم مساء النور كما قلت مشاهدين المنتخب الوطني قد فاز في مبارتين الأولى أمام الصمام والثانية أمام المنتخب المزنبيقي في مواجهة جيد صعبة شهدت تسجيل ثنائية لأشبال المدرب جمال بالماضي وشهدت العديد من المجريات الغير متوقعة يا أخي زهير كيف شهدت مستوى المنتخب الوطني في المبارتين بصفة عامة قبل أن ندخل مبارتين من المبارتين لو نشوفوا المقارنة بالمبارتين هما كما قلوا ظروف مختلفة بين المقابلة الأولى اللعبنا هنا في ملعب الراقي والمقابلة الثانية اللي كانت تنقل المزنبيق نظن أنه تسيير المبارتين كان عقلاني وقدرنا نفوز بالمبارتين الحمد لله الأهم هو أنه فزنا بمبارتين وهذا شيء يسمح لك لكي تكمل في هذه المنوال والهدف المسطر لأنك ستأهل الكأس العالم لا يكفى لك أن المبارتين صعبة الآن في إفريقيا رأينا المنتخب الصومالي لا نقول لك أنه خلقنا مشاكل لكن لو تأخذ المبارات لا تأخذ المبارات بجدية كبيرة ستلقى صعوبات رأينا المبارات الأولى عكس المبارات الثانية في الشرط الأول لم نكن نحن في المبارات جيدة قدرنا ربع ساعة الأول مليح بعدين شاهدنا المنتخب الموزنبيق كان يضغط علينا نظر أنه جمال بالماضي عرف يسيئ المبارات جيدة وخرج كم يقولك فايز بالمبارات هذك أم الهدف المسطر نظر أستاذ ناصر كيف رأيت المبارات المبارات الأولى يعني اللي كان كتر عليها الحديث والمنتخب بالوطن أي ما كانش يعني على حساب كلام القهوجية وفلسفتها عدم وجود خطة لعب وعدم وجود نظام داخل الملعب أنا أظن المنتخب السومال لما جاء الجزائري بنية يحاول بارتولي موين باش ما يتلقاش هزيمة تاقيلة كانت العزيمة والإرادة اللي عنده باش يوقف في المنتخب الجزائري ولكن الأخ يوسف ربما الإنسان العاقل يفهم في المباراة هادو أنا من المدابية الفريق الوطني ما يدور شمليح ويربح على المباراة وندي كأس وندي كده وندي كده تتحوس على الأداء والنتيجة كل ما زوج يقول لك المدرب هذا ما يعرف ش يوظف اللعبين يا أخي كاين الانسجام وكاين التوظيف الشي اللي خلى الفريق ماهوش الانسجام لماهوش واجد راهو الإنسان باش يعرف هوا اللعبين تاعنا ليجوا أوروطان ليكيب ناسيونال باش يلقى ورواحتيهم باش يلقى الانسجام باش يلعب كما ذو كل ما زوجي يقول لك تيكي تاكا ورأي انت لا في أدغال أفريقيا تلعب تيكي تاكا هذه عمريا ما زال ما شتاشنا في أدغال أفريقيا إلا في البلدان الأوروبية وإنت الأرجنتين الخسر مع ليروغواي في بلاده حاجة مصرات العامة للقدام لا يخزرش الوارع يعني أنا مباراة صمام كانت عبارة لعبه حوالي 17 اللعب في المباراة هذه هيكي هيكي المباراة الثانية أنا جت يا شاب واسون ترينير عنده في رأس بزاف شوف الكوتشينج يقول لك ما كانش الكوتشينج شوفت مباراة المزنبيق هديك شوط أول اللي كان مكان في صالحنا في الأول اللي كنا قادرين يسجله ولكن خروج سليماني اللي أطر علينا خروج مندي مما عطى قوة للفريق الخصم باش يلحق اللي عندنا اللي بيت يحص حظنا على كل يحان ونطاهم كيسي كان منظرية في المكان المناسب بصحب باش تعرف قيمة دك المنضي في الفريق الوطني وشتسوى البارح يعني كان كان الفريق كنا يعني أحسن منهم بكتير يعني في الشوط الأول خروجهم أدى بنا باش نرجع للوارع خيب باش نكونوا منصفين باش نقولوا ربما تلعون تلعون ربما حتى أنه بعض المنتقدين الذين المنتقدين الهدامين لجمال بالماضي لن يتقبلوا هذا التصريح جمال بالماضي في المباراة الأولى كان يبحث عن نتيجة فقط ولم يكن يبحث عن الأداء وكان ضامن أنه يفوز لهذا أقحم يسر العروسي ولهذا أقحم نصف تشكيلة أساسية نصف تشكيلة احتياطية هذه من ناحية أولى وحتى في الشوط الثاني حتى وإن لم تسر الأمور كما ينبغي كان عنده وبدلاء قدرين يصنعوا الفارق يعني مباراة الصومال كان ضامنها بنسبة كبيرة الخطأ الذي قام به هو أنه في مثل هكذا مبارايات يجب أيضا أننا ربما نسجل أكبر عدد من الأهداف لأنه لا قدر الله لو نتعادل في النقاط فأهداف مباراة صومال يمكن أنك تصعد بالكورة يجب أنه يكون عندك لعب ليكون ويتلعب عليه الكورات ويلعب لك على الأضراف هذا شيء واضح حتى المنتخب الفرنسي جاء بالمونديال بهذه الطريقة ما أجلو هذا شيء واضح لكن للأسف الشديد خروج إسلام سليماني قد أخلط الأوراق بعدين جمال بالماضي بقي نوعا ما يجرب بشلقى الوصفة في الشوط الثاني لأنه إقحاموا أمورا وإقحاموا أيضا فارس شايبي ولعب بمهاجمهم في الأول لم تكن تفيد تماما بعدين عندما صنعت فوق عدد في وسط الميدان بهشام بوداوي فزنا في المباراة والكوتشينج يحسب له في الشوط الثاني وهذا شيء واضح يعني هو الهدف هو أنه يفوز بستة نقاط في هذا التربص أما الآداء وباقي الأمور فهو يفكر في كأسهم إفريقيا وعنده ثلث مباريات مقبلة يبحث عن ربما ليس الآداء ولكن عن الوصفة التي يفوز فيها في المباريات لأنه لو نلعب بآداء مباراة الموزنبيغ من الضوء الأول قادرين نقصه لأنه لو سجلوا علينا مباراة في المباراة الموزنبيغ في الفرص الأولى كنا قادرين روحوا بنتيجة ثقيلة فضل الله أستاذ ناصر شوف يوسف المباراة الأولى هذه اللي كنت تكلم عليها باش نقول لك عقول اللاعبين والمدرب كان في الموزنبيغ المباراة هذه ما نقولش كان دائرها سهلة كان دائر في باله بالمباراة سوف يعني نفوز بها بأي ثمن كما قال ولكن النتيجة كما تشوف كانوا عندهم يعني حوالي ثلاث مرات لحقوا الماندرية ولكن ليس بالفريق اللي رح يفوز عليك في بلدنا الصومال يا يوسف الإنسان يكون واقعي والله يا يوسف نقول لك حاجة لا كي الناس رح يتسنى بفارغ بالصبر باش ينهزم الفريق الوطني على جال راجل والله الكون كان استغفر الله يعني كي الناس ومعروفين كانوا يستنوا باش ينهزم باش الراجل هديل في تباقاجه ويمشو ولكن الله فوق كل واحد لا بو مباراة والله يبالك سواء مع الصومال سواء مع الأخول مع الصومال لعبنا للشوط الأول كما قلت أنت ما هوش بالفريق الأول المباراة الثانية لعبنا الفريق مساجم بداية المباراة ولكن قلت لك هلي بليسي لها يوسف سواء مع الصومال سبحان الله سواء مع الصومال الآن في الدفاع في وسط الدفاع لا أحدهم بديل من المباراة أظن الذي كان يدخل في بلسط من المباراة توقايف توقايف ما هي نفسه كثيرا يوسف كما هو أنا أنا نشوف هكذا بالعمري ولا هو نقول لك بالعمري شوط ثاني تخل في المباراة لا تخل يا يوسف تخل كي قريب خرجنا يوسف وينتخل تخل في المباراة لا لا يوسف ما تخلش في المباراة والله لعبك تنتغارة كبيرة تمتمي اللي حقول القول ما هي في باتك وفيرتور جهة تعطى الجهة اليسرى كان من أي تنور اللي كان من أحسن اللعبين في المباراة تقيل من ناحية السرعة هو المشكل تاعه توقايف يوسف معنى تلك اللعب تقدم وبعد يرد أن يقول لي وفي البريد يوم من يرى توقفع قريبا وفي البريد بالترابة مستخدمات عندما يكون لديك ذكاء ومستخدمات تقدر تصل إلى أي لعب تصل به أنا أعتقد أن يتم فرصة هذا توقفه كذلك أو نرى التطبيق في العيد يمكن أن يمدليه خير من هذا الطوغاي على كل حالة هذا رأيه الشخصي كجولفيري سيتيلا في كوميم صورول الخدم الذي يخدم ولكن هذه مسألات على وطن وفريق وطني إنسان نهضره في المفيد لم يدخل في المباراة أنا شخصيا شوف أنه ما تخلش في المباراة كمان بغي ما تخلش في المباراة لا لا يوسف شوفناها مقبلها كيف كيف لا 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 منتخب الإيران يدخل كأس يقدم مباراة كبيرة إنسان يحتاج إلى مفيدة يعمل بشكل كبير ويعمل بشكل كبير فإنسان يعمل بشكل كبير فإنسان يعمل بشكل كبير وكيف أتردت أن أقول لك لكن لنظرت أن أرى أفريق الوطني سواء مع الصومال من تحس عليها كثير الشبهة المحللين والصحفيين هذا إفلاس تاكتيكي تشوفوا انت في بلاتوسي كيف تشوفوا يوسف ماذا ذلك هذا بالماضي انت لعب عشرة مباريات سبعة فزنا بهم وثلاثة عدلات عفوا انكيسينا سي بيت ماركينا ديزوي بيت كيف تشوفوا دي بليس في خمس سنوات انهازمنا خمس مرات فقط في خمس سنوات دينا كل عام مباراة خمس مرات حاسمة ولكن حاسمة ولا قاعدة يوسف كل مباراة انا عندي كيف كيف الرجل هذا القاسل الفريق هذا شوف يوسف يوسف ناصر ليه ينتقده موش غالط ليه روماه موش غالط انا ما نشمع انا ما نشمع بالماضي انا راني مع الحق والله غير مع الحق كيف تقدر نقول لك يوسف بالماضي انا ما نعرفه وما يعرفني وعمري ما اهدرت معه وما نهدرش معه وطني كما انا وطني نحب بلادي مراجل خدار سأل بعض اللي ينتقده يوسف ناصر ايضا لا الانتقاد موش غالط لا الانتقاد ماشي حقا يوسف لا ليس الانتقاد هدام انا معك الانتقاد البناء نعم دعونا سمع رأيه في كل ما ذكرنا تفضل الاخصوين بالنسبة الاداء المنتخب الوطني كما سبق وقلت انت الاخ يوسف والشيخ ناصر لا يهمش الاداء اللي نظلنا في المباراة الهدوبة المهم الشي لا يهمش من الاهم انه هم تلتنقات لانه هي دورة ومسغرة لكن انتهم باش يفهم مشاهد انتهم سيطرة على المباراة احنا في بعض الاحيان كنا نلعبوا مثلا دفاعيا من قدموش مستوى جيد هجوميا اي ما عليش ولكن انك تتلقى العديد من الهجمات ويعني تخرج كما نقول بالمثل الشعبي باقي شعرة من العجين لا هذه ليست مقبولة لانه راح تجي طعم الكبرى هذا هو السؤال مطرح بالنسبة ليك اخ يوسف احنا لو نقولوا نعودوا نقولوا الوراء شوية المباراة تاعد الجزائر مع المانيا كان قام بعدة هجمات امام المنتخب الالماني نظن انه مان قدروا نقولوا بالليل المنتخب الالماني ضعيف وانش فينا اخداء كأس العالم تشوف المباراة يعني بصفتنا مدربين وصفتنا في الميدان احنا عندنا دائما نقولوا اللاعبين عندنا اوقات قوة و اوقات ضعف في المباراة ما قدشت لعب بنفس الريتم طول المباراة 90 دقيقة وانت تهاجم لا 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 ما عليش عندي فقط فكرة انت قارنت لي بالمنتخب الالماني اذكر لي المنتخبات التي صنعت الفارق عام المنتخب الالماني منتخبات صغراء لماذا لان هذا المنتخب هو اللي ارتفع مستوه احنا كل منتخبات تصنع معنا الفارق المنتخب الصومال درنا ثلاث فرص حقيقية للتهديف كان قادر يعدلنا النتيجة واذا لا يلحق نزيدك حاجة واحد اخرى ايضا المنتخب موزنبق بعدها هل كل هذه المنتخبات تتعملق مع الجزاء حناز عماران اخر منتخب النيجيريا بالبزاة ليس بالبزاة مستوى زعماء كبير على منتخب النيجيريا في المقارنة بالاسماء نعم مقارنة بالاسماء عندهم هجوم وفي المنتخب يبقى منتخب النيجيريا وعندهم تاريخ وعندهم تاريخ نقارنه بالاسماء لماذا نقارنه بالاسماء والمنتخب منتخب النيجيريا تلقى صعوبات وتعادل في مبارتين لا نستطيع أن نحكمه بكل مباراة ترى أن هناك عوامل يوسف تتكلم عن المباراة الصومالة تقول لي الحق المنتخب الصومالي من المنتخب الصومال لا يشارك ويلعب مباراة تقول لي المباراة يقدر المباراة العودة ستكون سهلة ونقدر نربحهم بربعة خمسة بدون عانا سترى المباراة العودة لا تستطيع أن تقارن المباراة نحن الذين لدينا مشكلة في الدفاع وكل منتخب تتعامل حيننا الجزائر زهير هذا ما أريد أن أصل إلي عندنا بعض المشاكل نحن نكون رنامت كاملين وندينا كأس العالم وراء المشكل الأقل لك منتخب ربما قوي لنقول منتخب عندنا منتخب أول شيء أن المنتخب يتغير تدريجيا مقارنة في 2019 وتغير حتى 50 حتى 60 بالمئة الفارق أكشفت المنتخب الوطنة وتغير عراسة المرمى ضهير أيصر وسط الميدان وسط الدفاع لهجوم كان عدة لعبين يتغيروا كان نقص الإنسجام ربما قولي تعاود كما قال لك شيخ ناصر جمال بالعمري لم يكن لاعب لعوضه هذا البوست ووين بن سبيعين أيضا كان يلعب في الجهة اليوسرة لا تنسى دور تاع قديورة اللي كان يعاون الدفاع نظن هذه المراقز اللي يخليه وشوية الخالل اللي يروع عندنا في المنتخب لكن لا ننش في حالة كارثية نرى الفسيناء بإنسان لن يجب نظري ستبقى شخصيات قلنا فقط بأن يجب نظر ان تقاط على الحروف هذه الحروف هنا سبقنا من حل المحلل منتقيدين المعادرة التي عادتها انتم صنع في منتخب الوطني وأنها السمدان تريد أن تدفعها نحن نرى منتخب بشخصية منتخب قوي ما عليش أكحب تدير منتخب قوي ما را تكون عندك بطولة محمية قوية يعني نتحدى الشعب الجزائري ونتحدىك الأخ ظهير ونتحدىك يا فصل ناصر ماجر أمام الكافير لو سجل كل الأهداف التي ضاعت لأنه نفس المستوى مع الرأس الأخضر عندما خسرنا في ملعب خمسة جويد رابح ماجر أمام الرأس الأخضر عندما خسرنا في ثلاثة مقابل ثلاثة خمس كورات في العريضة لو سجلت لو سجلت أنا أقول لك بأن المنتخب كان في أحسن أحوال بالطبع لا بالطبع لا اللهم أمين أجمعين إن شاء الله ما تقارنش ما تقارنش لا مجالة المقارنة جمال بالماضي ومجالة بعد كل احترام نقارر لك في المباراة لا لا نقارر لك في المنتخب كنا رايحين ماشي كنا رايحين نخبطوا في حيط وقال لك كنا رمز عمال وكنا نروحنا وكنا نخبطوا ماشي في حيط دو كرام نتكلمش المنتخب الوطني اليوم ما رأنا نتكلموا على أي حاجة واحدة أخرى لو بقى ماجروا لا واحدة أخرى بالماضي عود زرع فينا واحد الثيقة واحد الفريق ونروحوا للإفريقين ما يقولوش كنا نجيبوا نخسروا واحد سيفر قولوا معلش هنا في الجزائر هناك تخوف هنا طبعا تخوف من قول كلمة الحق وأنه المنتخب وأنا لا أريد أن أكون بصفة محلل لأنني أبقى ربما مقدما للبر المنتخب الوطني وأتحداكم وأتحدى المشاهد أنه بهذا المستوى لن يذهب بعيدا في كأسهم صحا أنا اليوم رجعلك سيد بالماضي أصبح لما يلعب في الجزائر لو للشعب والجمهور اللي يحبوه والتقنيين كيما يقولو الصالحين كأنه يلعب تقنيين الصالحين يعني ينقولها لك اللي ينتقد بالماضي لا 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 اللي كي تنقد واحد نقدو بحاجة بالنائق ما هيش مفسدة صحيح انتقد البناموك ما كاشا يوسف هاي يوسف حليني يقولك شوف أنا خليني نكمل كلامي يعني نقولك يوسف بالماضي يقولك يلعب في الجزائر رح يلعب في أتيوبين ورح يلعب لو للجمهور عاطيني يلعب في الملعب نيسون مالدينلا لعبين بهذا الحجم تقني المنتخب الوطني بأرضية كارثية أرضية كارثية مئة في المئة يحاسبوا فيه غير وش يهدر وش يقدر يوشوف الرزيلطة وجدال هاد الراجل كما قال الخوية زهير شوفوا شزع في نفوس الجزائريين كنا نروح الافريقية ما تسننشقوا على الرزيلطة ما حالخزره دوقت تعلمنا نقول ورح نربحه ولا ربحنا رح نربحه مما قبل المباراة تهدر على الرزيلطة تكون ان شاء الله بوزيتيف أنت تقول يوسف تقول لك المنتخب هذا وفروا له كل شي نظام سيئ حكو صادي هذا كاين داخل البيت ناس كونتر على مسيو صادي هذا والله غيرهم في وسطه ما زالت السوسة لداخل والله هناك جزائريين ليست لهم روح هذه الوطنية كامل تجي تكلم على راجل يربح أنا كيف هنا ربحني على العمل ما نتكلمش قال الله لا لعبه تغطيني يصطاد كيمادك تقول يربح يحوس على الاداء والنتيجة ليس لتك واضحة سنوقف كل الحصص وسنتوقف لا توقف الحصص الحصص تمشي بيا ولا بيا أنا مع الإنسان اللي يخدم أنا يقول لك ذوك يلحقوا البيت هم لحقين البيت الفيدرالية هذا الراجل المنتخب واللي راه لدوك على رأس الفيدرالية ما هوش مخلينه باش يوصل عنده عدة عراقيل مباركي مادي تلعبها في نصو المردين لا تقوله يوجد الملعب علش تكذب على روحك يا يوسف هذي بارتوسي كومنت يا رحم بابك رح رح حرر الله فلسطين المدينة بيته الرسول عليه الصلاة والسلام حر هو واللي والبش تلحق الفلسطين إذا أردت تحرير فلسطين هذا كيف كيف نحن على كل نحن 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 ربي يهدينا يوسف والراجل يخدم والأخر يحسب للأخر النتيجة والأداء والأداء نحن نحن نبحث عن تسيير المباراة لا نبحث عن الفوز لأن الحظ كان داخل فيها البارح أنت تعرف كرة القدم جيدا لو سجل علينا حتى أستاذ ناصر في الكواليس قال لي لو سجلوا علينا في التقيقة الأولى كان ترحت المباراة وإصابة إسلام سليماني قد أثرت علينا نوعا ما لأن لم نقدر نخرج الكرة بعدها عمورا تصل قام نوعا ما وإن تخرج الكرة في الأرض شيء صعب جدا لكن نريد أن نسيطر على المباراة لا نقول نكون ربما نلعب كرة قدم جميلة أو نلعب تيكي طاكا غورديولا ولكن نسيطر على المباراة نكون نحن الجزائر وهم المزنبيق وليس هم الجزائر ونحن المزنبيق سؤال ديالك لم تفهم سألت جوابت روحك بما أن نتقل أنت لا تريد الإجابة على السؤال أنا نرجع أنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية أن المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب في الدقائق الأولى أنت لا يمكن أن تصرح بأن المنتخب لم يكن قلت لك إخي هدرت معك بداية الحصة وش قلت لك يوسف قلت لك نحن في المباراة عندنا أوقات نكون فيهم لمومونفورد يونا أن نستغل بدنا ربع ساعة ونستغل ونستغل وكان وقت أنه يكون عندنا مومون تفاول لك ونستغل الفريق الآخر يسيطر لا تستطيع لعب 90 دقيقة وانت مسيطر لا تستطيع 30 دقيقة ضغطوا عليكم وما سجلوه لكن الثاني كانت ريكسيون على المنتقب الوطني وسجلنا هدفين وما داروش وش دارو في الشوط الأول وما يقدر يلعبوا بداية مباراة كلها وما تقدر أنت تسيير المباراة كان بزاف عوامل أخي يوسف تحب ولا تكره وتغيير وأنه زاد تفوق عدد في وسط الميدان لدخول بداوي الذي صناع الفريق هذي تحسب لها تحسب البن الماضي وزيد تسيير تسيير المباراة سيير المباراة كما ينبغي سيير المباراة في الظرف أنه تغيير وكانوا تغييرين طريقين ونعرف لماذا لا تدخل به نجاح عبدوا نتكلم ودخل عمورة لأنه شاهد الفريق لأخر ضغط لأنه يحب يلعب بلاي كونتر مع سرعت عمورة وممكن يسجل هدف وين كان في الظرف الثاني بالفعل كان يحب يلعب بنفس الشيء وكان درس وعطى لهم تعليمات لعبين في الثاني لا في الثاني لم يكن في ذلك المنصب لماذا كان لعب يوسف نطيرك بعد المباريات تدخل لأنك لا تعقش الفريق لك صرعت لك شيخ ناصر يتغيير الأول الثاني الثالث الرابع يقدر أربع في الثاني يتمنى أربع أهداف لازم تتمنى لو كان يوقف المباراة تمنى تكون ميطم في هذه نصف هناك صحفيين ومحللين يريدون تقزيم الأشخاص حرام عليكم حب يقسموا هذا من يقول لك كل يوم عبر التلفاز المهم بالماضي صفحة جديدة صفحة صفحة جديدة سقلا نقولها بالمشاهد لبعض الصحفيين والنقات والله العظيم يا يوسف غير هناك ناس ليس لهم والله تقول أعطيني البالون هذا ما حاليوزن واللاتين للودي فوتبول القوانين اللعبة يقولهم لك 17 القانون يضعون هنا في البلاتو وانت كنت سخصي والله ما لبل البالون ما حاليوزن ما تقول قوانين اللعبة يا يوسف تقول لها في أنفسكم المباراة هذه لعبة على جزئيات فرضنا عدنا عودنا فرضنا أنفسنا عودنا حتى للشوت الثاني مع بداية الشوت الثاني وين بدأ اللعب بتاعنا الجزائري يأخذ تيقى في نفسه وعلى باله هو أولى بالفوز هذا لأن عدنا لعبين ذوي خبرة هني نقول لك اللعبين اللعبين تعني لهم عندنا لا قضية توظيف اللعبين لا قضية انسجام كيف ينفرق ما بين توظف اللعبين تعطيله والانسجام نقول لك تلعب أدروا طاقو لم يعد تخلط لك تعود لبناء تصعب تقول لا لا انسجام ما فيش انسجام هذا الشيء اللي خلي يكون ما عندناش انسجام هو تأخر اللعبين اللي جايين من خارج لو كان جاءه في وقت ما ولعبه معنا عامين الفريق سنة وش راح جاي للمنتخب هذا ان شاء الله ان شاء الله اذا قعد هذا الناخب انا المشكلة التيعي الان في البلاطو ليس مع المدرب جمال بالماضي وليس مع مستوى المنتخب لانه لو تتذكر بعد اخفاق وفي كاس أم إفريقيا قلت لهم جمال بالماضي لم يخطأ في كاس أم ولكن في إفريقيا الداخلية يعني ليس في شمال إفريقيا دائما ما قدموش مستوى كبير هذه معك ولكن يجب أن نقول كلمة الحق أنت كناقد وأنت كناقد الأخ صغير أنه من ناحية باكتيكية المنتخب الوطني الجزائري لا يمكن أن يذهب بعيدا بهكذا ثغارات فقط هذا ما أريد أن أقوله يوسف خليزو الوطني جمال بالماضي ليه ما يدهبش في الشوط الثاني تحسب لهواتي المباراة لأنه قد غلق وسط الميدان هشام بوداوي يقدم مستوى خرافي جابنا ثلاث نقاط ثامين من المستنبق سيّرى هذا التربوس كاملا لأنه في مباراة صومال لو تخلوا بالتشكيلة الأساسية اللعبين لا يقدروا يكملوا مباراة ثانية تماما هذا شيء واضح لكن يجب أن نقف على كل نقاط سلبية لا نبقاش دائما نحن مع بالماضي ونلقاوله ولا ما تخلش نقاط القوة إلا السلبية هراني نقول لك نقاط القوة سبحان الله انتال اليوم شوف محرز محرز لم يقدم ما عليه علش ما قدم شه يوسف وجود محرز في الجهة اليوم بثنين لعبين ماشي بواحد يو أسطورة عنك تلت سنة وتدقل في هذه أسطورة يا حبة من حبة وكريهة من كريهة نبقى بلا محرز شوف ما نقول لك بلا محرز الفريق ناقص بلا محرز الفريق ناقص انت راح بالناصر دخل أدم والناس حرك كل شي ما هو شكيف كيف أدم والناس يلعب لك 4 ساعة 20 minutes يوسف 4 ساعة 20 minutes يسعى أدم والناس يلعب لك يلحق لا تقول لك تكنيكو محرز بعيد 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 بالزاف على الناس اللي رايت تهدر فيه محرز نقول ناش محرز ما عندوش مستوى ما يقدمش مستوى كبير في المبارتين سبحان الله ساريفة تولمون يلعب لك ماتش ما يلعب لك سلاتن وبعد يلعب عشرة يقعد ماتش ورا هالمشكل ربما ربما بالماضي بالك هو بلد ماتش مع المدرب الناخب الوطني يضعه في الدكة ربما مبارتين يضعون يمشي ساريفة يوسف يكون أي لعب لا يكون المدرب لكن كل لعب تفضل أخي زوار تقول ينجلون النقد منذ كان من عزل وليس طاكتي ينجلون طاكتي ونهضر إذا تكلمون 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 نعم تفضل يلا وأنا أريد وانا أستفيد من آل اختيت ما عليك بارك الله وفي المباراة الأولى تكلمون مع الصومار ماذا خلقنا من الفرصة دعوني أنهضروا الفريق الوطني فرصة حقيقية حوالي 20 فرصة حوالي 20 فرصة من بينهم هجامات مونظامة من بينهم هجامات سريعة و التنوع في اللعب هذا ينهضر الكلوبال لا يمكن أنهضر بلد 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 وإن شاء الله بإذننا نهضر لك تحليل مباراة ترى المباراة وترى نقاط القوى ونقاط الضوء هذا ينوع في اللعب لا يوجد أي منتخب يلعب في اللعب صناعة الفرص كانت دائما من أروي كان لدينا مشكل في صناعة الفرص كان لدينا مشكل حتى حيو سامعوار لم يقوم بيدوره كاملا نعم نعم تكلمنا على لحقنا للمنافس وضيعنا عدة فرص نعم يعني كان مشكل في فعالية فعالية رغم أنه سجلنا لتأهداف منظن مايش مشكلة كبيرة سجلنا لتأهداف دوك لا في نيس ما كانت في المستوى كان عدة عوامل كي نتكلم على المباراة الموزن بيق نفس الشي لو نهضروا الجانب التاكتيكي اللي كان تعجمال بالماضي أنه ربع ساعة الأولى كنا مسيطرين على المباراة كنا نقدم أداء جيد بعدين تراجعنا كي ما ما قلو ما قدرش نقول يعني هما لاعبين ركيزتين تغير دخول طوقاي ما تخرش مباشرة في المباراة أيضا عمورا دخل مكان سليماني وين البروفيل دياله مشيكي ما تاع سليماني باش تغير لاعبين رح تغير طاكتيك رح تغير عدة أمور في مباراة نظن فالشوط الثاني الأهداف اللي سجلناه ما جاتش زهر حتى معامل موزن بي قدرنا عد كرينا بليجير وكازو خلقنا فورص خلقنا فورص شوط الثاني وشوط الأول فورصة حقيقية فورصة حقيقية بسحل حقنا درنا هجم فورصة واحدة فورصة يعني كيف تحسب الفورص وشستة ناصر الفورصة عندما تكون هناك تسديل اطار ما يوسف كما قال لك هذي كلمة زوج هناك حتى نقدم في الجزائر ولا هناك وناس لم يكن لهم نخوة بالوطنية يتكلم على رجل واحد فقط ماذا بهم العبد هذا يمشي علاش يمشي ما فهمناش باش الفريق الوطني من ينتقد بالماضي صار خائنا للوطن صار خائنا للوطن لا لا شوف اليوم نعطيها الإنسان العصابي أنا أدلك على بالماضي قلبه أحسن من ألف الرجل قلبه العصابية من أحسن رجل بألف رجل من نحيط النفاق والناميمة والتكسير أوليتنا بسيكولوج أنا نقول هالك من الأخر أنا نجحت مع الفيرق وصعت مع الفيرق بلا بسيكولوجيا اللي عندي ما هيش قضية بلك الظهري يخدم خير مني وأنا هنا نرجح هو ما يمشي تجاني بنفسي يعني تعرف كيف تدرس يا ده ما كان أنت تجيب لي واحد كما ما نجيبش نتقول لك أسماء كيفش يتكلموا على الناخ بالوطن والله ما أنا نشوف الناخ بهذا قرأة والعاد هاول لا غيبونس اللي عندي لا هو هو أستاذ ناصر أنت تتحدث عن الذين يطالبون برحيل بالماضي هكذا نعم أولا لي يعرف كورت قدم ما يعرف كورت قدم فأنا لو حتى ما جر خليني نكمل فكرة أستاذ ناصر حتى ولو كان ما جر فهذا الفترة يعني مستحيل أنك طالب برحيل مدرب قبل منافسه بقالها شهر هذه من ناحية أولى من ناحية ثانية النتائج ستمشي مع المدرب بالوطني جمال بالمان قلنا كين هناك بعض الثغارات التي يجب أن تؤالك فقط لكن عندما نقول بأن هناك ثغارات لم أخن وطني وعندما أنتقد بالماضي لم أخن وطني الأخ يوسف نتكلمه معلش ننتقده بالماضي ننتقده بما أنه نقوله كأس إفريقيا الفين ننتقده مستوى المنتخب ننتقده مستوى المنتخب ولا منتخب ولا بالماضي ولا يروا عصف الفريق الوطني قلت للمينة من البرمياتور تعالكو بدافريقلي فاتت حملناها المسؤولية بعض المسؤولية يعني حتى نقول لك أنا 78% تحمل مسؤوليتها أنه ما كان إقامة تربص ما كانش في محله أنه الأدفيرسار ما قرهش جيدا نجول أنه تدوره ما أخداهاش بعين الاعتبار كان يخمم ما شاء غير بكثير أن Coh dividend كان يخمم في كأس العالم مباراتي وأن كانت تعال expose كاميرون تقع للك هؤلاء عشو أن الإشارة القرعان يقع مال vocês يقعد كان يخمم بالفصل مع المباراة الأولي مع العديل أعيب ي estim episódio === المباراة العودة ما كان سببه من بين أسباب أنا نقول قصامة وبعدين اللعبين وبعدين بالماضي لكي نكونوا حقانيين لأنه نضيعنا العديد من الفور عنده عنده نسبة عنده نسبة صحنا ما حتى ندبحوه من هذه المباراة اليوم ما عليش اليوم أنت تقولي ننتقدوا بالماضي أنا أنا معاك دكتور تقولي في الكواليس ما ننتقده أنا نقول لك ننتقدوا ننتقد على وش ننتقد ننتقد أنه هذا ذوك الهدف المسطر وشنوه حنا لبيتصفتنا الجزائريين ذوك حنا أنت وش مدى بك تروح كأس عالم 2026 تاخد كأس أفريقيا 2024 كين كأس أفريقيا أخرى 2025 شنوه الهدف كل هدف لديهم قاعدون تخليفينكم بديمون الكريو طالب بكأس أفريقيا على حنا كأسهم أفريقيا ندو 24 و 25 و نتأهلوا كأس العالم لما لا لما لما بجيل دهبي على المطريين نفعلوها جيل دهبي تغير نحن الجيل دهبي هذا الجيل أفضل من الجيل الدهبي من المجل دهبي لكن صح ما عندهش خبرة لي كانت عنده الجيل هدف معليش ولكن لقيت لاعب لقيت لاعب يعوض فغولي آآ عقديورو عفوان لقيت لاعب لا لقيت لاعب يعوض مبولحي رغم أنه موندريا ده المباراة كويسا موندريا عوض مبولحي أحسن تعمل لا باعي أخوتكو تلاعب مع الموزنبيق هي قوت للموزنبيق لما وش فارق موندريا معليش بصح أنت بشتحكم على موندريا كون رجل مباراة معليش موندريا معليش معليش لقيت عوض عوض مبولحي معليش نزيدو نعوضو بجمال بالعملي نزيدو نعوضو قديورا عقدة اخي نتكلمو لا نعوضو بليلي معليش غير تقتيق معليش 4-4-2 تلقى لعبين اللي عوضوا هذه اللعبين وهذا تبني عليهم مستقبل لكل مدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد حنا دوك هنا نتكلمو اليوم فزنا بمباراتين معليش ننتقدو نروحو ننتقدو نروحو ننتقدو بالماضي رح يلعبكو بدافريك في الكوديفور ولا قدر الله يخرج ما قولوش براميتور يخرج كارد فينار نحبسوه لا لحساب المستوى هذا ما أريد أن أصل إليه إذا شوف المستوى قدمنا مبارات كبيرة وبعدين ندخل بعض الحظ مثلا سنة 2013 مع فايضة لروزيش لو تتتذكرون جيدا مع بوركينا فاصل لا لا قبل مبارات الفاصلة لكأس العالم لعبنا كأسهم إفريقيا خرجنا دور الأول لكن مستوى لا بأس به ظهر به المنتخب كنا نحاونا لعديد من ضربات الجزاء ضيعنا لو نقصى من الدور الأول ويكون مستوى واضح للمنتخب الواطنين نحن المسيطيرون أنا واحد نقبل أنا ما نقبلش ما تلعبش مليحو ودنا حتى الدومي فينا ولا الله فينا يوسف ما صحق الله فينا شوف هذا مزيج على غير المنتخب كونسي يعني بطرقه الغريبة فقط اللي شفناها بأنه تقدر توصل للنهاية يتفضل من السنة والله يا أنا نشوف ما تقدرش توصل الله فينا ما يعمل بالماضي هذا المزيج اللي عمله من الخبرة والتشبيب ما يقدرش يعملوا أي مدرب في ظرف وجيز صغير انت الحق لهذا اللي يدوه متش وكان الفريق ما هوش واجد ما هوش واجد والآن بدأت تظهر ملامح التشكيلة نتاعنا اللي فيها ستة صغار وخمسة كبار أنا جوف وطا باللي هاد المدرب ما هوش قادر على شقاه شكون قاله وقادر ما هوش قادر أستاذ نارس يا ركتك تقول لي انت يا براميتور نلعب مريع ونخرج صافي كنت راضي انتا قد البارع لعبنا 90 دقيقة ونخسره تقبلها انت البارع بالمستوى كبير يعني ايه ونخسره نعم والله يتقبلها هذا واش راح من الفايدة نزيدا راح لك بعيدا ننتقد ننتقد والله انا نقول له هاد ونعطيك الكلام ماشي اي واحد يحب هادك القميص الوطني يا يوسف انت وما تحبوش انا نقول لك دوكا انت ما تحبش القميص الوطني كيفاش براميتور يخرج هوا يوسف ما الذي تحدثنا اعطيني جملة مفيدة فقط ما نعطيك جملة مفيدة ما نلعبش مليح وندنا ويبقى لهادك القميص في العلالي انت تحب تلعب وتخسر هادي جامعيش تهناي ما قلت لك اتقبلها ما قلت لك اتقبلها لا تتقبلها انا ما نتقبلهاش ومانيش ندوموندي من ناخب هادا باش يجيبناه كوبدافريك انا حبي تقدم الى اقدى الى اقصى حد ممكن نلحقول له ما نقول لكش انا باش ندلاء كوبدافريك ماذا بيا نشوف المتخب بوجه مشرف نتيجة وآداء انا حب هاد شي واذا كانت النتيجة اكتر من الاداء ما نقولش لا لا ما كش حاب تكون نتيجة وآداء انا نحب نتيجة وآداء وعنما انا الاداء اذا حب نتيجة وآداء او سيد ناصر يجب ان تنتقد انتقاد بالنا باش نشوفوا الاداء والنتيجة انا نشوفوا النتيجة فقط اسمح ليش اعطينا انتقادات لي معجباتك مثلا في التركيبة في اللاعبين في الطاكتيك مثلا احنا نستفادو انا لست مدربا حتى ولو الاقصر قادم في الماضي لكن لست مدربا طيب نبدأه فقط بوسط الدفاع لابن السبعيني نروحوا الماندي وبن سبعيني ايضا اللي بجمل بالماضي سيتعمد عليهم بنسبة كبيرة هذا الثنائي الذي قد اقحمه ليكانس سنة 2017 في كأس ام افريقيا وممشاش مع بعضه الثنائي هذا في امام منتخبات قوية لانه اتحدث عن الثنائي هذا لانه قد جربناه امام السينيغال وكانت هناك العديد من الفرص وسط الدفاع يعاني روحوا الوسط الميدان شوفوا زر رقعات الى مستوى حاليا لكن صناعة الفرص في وسط الميدان غير موجودة يجب انه مثلا لو كما يلعب كما البارح لماذا دائما يوسف عالطال هو ليصنع الفرص او ايت نوري لانه ارى صناعة فسط الميدان ما عليش انجوبك انا انتقد انا انتقد انتهى وانتقد انه لانه لاعبات في البطولة المحلية نعم اه انا عندي انتقاد من مدرب من مدرب القدير ايضا جزائري انا في مباريات المنتخب وحتى في كل ما يخص كورة القدم وحتى كل التواصلات كل اخي الصائي عنده فكرة نسمع منه أريد أن أسمع منك من الأستاذ ناصر لكي أستفيد الأستاذ والمدرب القادر نوردين ذكري من الكفاءة الجزائرية قال لي في حديث الجانبين قال لي بأن المنتخب الوطني لا يمكننا التفلسف فيه يعني عندما نشوف رامي بن سبعيني مثلا وهذا اللي لاحظناه رامي بن سبعيني يلعب في محور الدفاع بعدين في بوريسيا دورتموند يلعب كظاهير أيصر فهذا غير مقبول لو نقول بأنه مثلا هشام بوداوي يلعب كرقم 8 في نيس وبعدين كرقم 10 في المنتخب هذا غير مقبول لو ساعد بالرحمة يلعب كرقم 10 في وسطهم وبعدين في المنتخب يلعب كأيضا مهاجم أيصر فهذا غير مقبول بعض الأمور تعود للمدرب وبعض الأمور تعود للعبين لأنهم لا يقدمون مستوى كبير جدا مثلا بليلي في مباراة الكاميرون هو اللي يتحمل مسؤولية المستوى لكن في بعض الأحيان ربما نحطوا اللاعب في منصب لا يمكن أن يقدم فيه ما عليه انت حبي تقول لنا لو نتكلم على بن سبعين لو قام محور دفاع كي كان يلعب جمال بدين من العمري هل كان بن سبعين يلعب في المحور كيش لا لا رغم أنه أنا بصفتي مدرب مدابي أنا سألت منك تقولي حاجة أخرى يعني أنه أي تنوري لو لم يأتي أي تنوري ربما بن سبعيني يبقى في منصبه ويش كون يلعب في المحور أنا قلت لك بلي أنه حتى منصب بن سبعيني كان عندنا مشكل أي تنوري نقص علينا مشكل للعبين لماذا بن سبعيني كان يدف مباراة كبيرة لا لا البديل بن سبعين بديل بن سبعين ربما بديل لكن نحن لازم نقص علينا محور دفاع حتى أن بن سبعين نجح نوعا ما في محور دفاع بالنسبة لي أنا مدرب لنفضل محوري يكون نلعب برجل يومنا وياللساج يسرى رغم أنه لا نفضل بن سبعيني في هذا المنصب لأنه كما قلت كنت قد نرى من قبل أمام بلاك كانت دين ما تريد أن ألعب في بوريسيا أو لعب في عدة أنديا لكن هذا الجانب بلاني معك نوافقك هل لقيت الباديل؟ هل بالماضي يلقى باديل؟ مهم شو؟ هذا العمل تيعب بالماضي معلش نحن بيسافة نمو درم خلينا بالماضي أعطيني لعب أهلا يستحق فرصة؟ أعطا للمتخب أعطا للمتخب أعطيني المباراة لعب مباراة، لعب مباراة يلعب لا لا ادخل كباديل مرة ودنين لم يلعب كأساسي بلبتها لعب مباراة أساسي لعب مباراة أساسي رح لنعود نعود مع المنتخب المحلي ربما لعب المنتخب المحلي يما وش كيف كيف ياسف لما رح تماما مزين دين بالعيد ربما البروفيل تعب العيد ما يساعدش في المنتخب الوطني ربما احنا تبقى عالم تستفاق وكانت ذبذب كان لعبين يكون في المستوى يكون مش مستوى لم يكن لعب لم يكن لعب لم يكن لعب محور لدينا أبارماندي الذي لديه 10 سنوات وكان يلعب في المنتخب الوطني وكان يلعب في المحور وكان يلعب في المحور وكان يغطينا هذا الجهة الآن لدينا صعوبات كيف نحضر على قديورة وزروخي لدينا حوالي 15 سنوات في محور التفاح أكثر من 10 سنوات لدينا شيخ ناصر كمال الفكرة أنا مدبيان لديه سلبيات لا يوجد إنسان متكامل بصحة الإيجابيات تغلب السلبيات لديه لديه كيف يحضر الناس لي لحقاته أنا لو جيت من جامل بالماضي لا يجب أن تتبع الصحافة ولكن يتبع وهذا كرا يزيد له ضغط له وليس صالح هنا أنا لو جيت نعطي له ناصحة من المشاهد يركز عملته لأنه لا يستفيد منه بعض النوقات ما عندهم مش مستوي ينتقد تحليل مباراة كان في قطر هذا المشكلة من أيام زمان كبير هذا مشكلة الفريق تعبو قرره كله من البطولة الوطنية هكذا لم يشير يخذك أس العربة لا لا الفريق تعبو قرره هذا الاخران كله من البطولة الوطنية ربحنا ماش تنين قل لك عدنا اللاعبين وين استادم مع الأخر في حيط ثم تشوف له نيفوارجيريا وين راه هو واصل تم لي قتلك لازم اللاعب تعال البطولة الوطنية واللي يفارف الفريق تعشان لازم الكل يحترف من ضمان مكانه في المنتخب الأول وضمانه أماكنه معلل وقلوب لكي يكون أساسي نعم انت تقول لي ذلك بالعيد انا اظن نشوف هكذا مع الإكسبرانس ومقول لك بالعمري احسن من اللاعب لي لعب الماتش هدايا طوغاي احسن من طوغاي هذا الصوناج لأنه عنده شوية حيلة وعنده لغرينتا هذيك ينبغر كل شيء انا مانيش نسنا لعبين كبار راح يزيد يجول المنتخب لأن التشكيل راح شبه باينة ربما بالليلي انا واحد راني معه بشي ولي يعني كما واحد كما بالليلي راح افرض نفسه ومازاله ملحق ربما مع مرور الأيام بالليل راح تكون له دعوة ورح يننتخب الأول ورح يكون يعني اللاعبين كما نعرفه احسن اللاعبين حتى لا ننساتي الفكرة وقبل ان نختم هذا البرنامج شيء جميل انا نشاهد ان المنتخب الباري حيلعب من دون مهاجم حقيقي في الشوط الثاني وشيء لم نرح تماما في المنتخب الوطني منذ سنوات عمورة كان على الجهة اليوم في الشوط الثاني اتحدث على الجهة اليسرى اقول وفارس شايبي كان كمهاجم هل ترى بان هذه الخطة بحد ذاتها يمكن ان نعتمد عليها ونشوف منتخب وطني قوي خاصة مع دخول هشام بوداوي اللي احدى التحركات في وسط ميدان المنافس شفنا فريق ثري وشبابي يعني بنسبة كبيرة هذا الشيء الجميل يعني الكرة شفناها تمشى حتى وين كانت ارضية الميدان كاريتين شوف الاخيوز في منظر هذه الخطة التي تناسبنا وربما في بعض المباراة ستكون تناسبنا بصرح لم ترى كل المباراة لانه على حسب الخصم وحسب العوامل حسب الظروف نظر ان بوداوي قدم مباراة منظر اي احسن مباراة او احسن شوط اللي قدموا منذ قدومه المنتخب الوطني قدم لو تتذكر مباراة تنظانيا اللي احنا تكلنا عليها مباراة تنظانيا في كاس ام افريكي قدم ايضا مباراة خرافية لانه لا يوجد رائع لانه لا يوجد لعب لانه لا يوجد لعب لانه لا يوجد لعب لانه لا يوجد لعب لكن اليوم نرى هذه الخطة تحسب عليها في الماضي لانه غير وقرأ نقاط قوة ونقاط ضعفه نظر انه استعمل هذه الخطة كنا نستطيع ان يدخل عوار لا يوجد لعب لانه لا يوجد تغيير ونستطيع ان يدخل بونجاح حتى لو يدخل مكان غواري لا يدخل مكان سليماني هذه تغييرات كما نقولوا اي واحد يخمم فيها لكن بالماضي كان عنده رأي اخر وتفوق لو كان حاب ننتقده لانه لا يمكن لو ندخل مكانه بصفتي مدرب هو اللي عايش في المجموعة هو اللي عارف وش كاين ربما كاين عوامل ربما لعبين اللي كانوا ليشاركوا لأسباب انضباطية لأسباب فنية لأسباب ما لك كان عندك شهر مال او لا تسمع الانسان لا يستطيع ان يدخل في هذه الأمور لننتقد فريق يدخل منتخب وطني ما كان لأداء لا نتيجة مع منتخب الموزنبيق وقبلها من الصومال تنتعادل منتخب النجيري تستطيع ان ننتقده نتيجة تعادلين كاين خلل كاين حاجة صح انت أفزت على ما نخلوش الانسان يخدم على ما انسان تشجعوه لا انتقل بصح البناء ينتقد الانسان على معايير ننتقده على معايير ننتقده على انه مثلا تقول لي رياض محرز لم يلعب مليح رياض محرز وقتها كان يخرج رياض محرز بالماضي لا يخرجوه 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 رياض محرز يلعب 3 مباراة في أسبوع لا يخرجوه لا يخرجوه لا يخرجوه لا يخرجوه لا يخرجوه لا يخرجوه فريق ثاري وشبابي بقيادة بالماضي هاي الكلمة كنت تكملها لكي تجيب ليها على الأقل يوسف انا بدأ شوف كل الرجل الوحيد المناسب يراه في البوست دياله في الكرة الجزائرية الرجل الوحيد المناسب يراه في المكان المناسب في الجزائر كلها لا لا وفي الجزائر الجزائر شكون في القوطن نحن الجزائر كلها رح انت الكاش ملعب يسبلك بالماضي يوسف نختملك بحاجة لازم ندعموا الاستقرار شوف البطولة المحلية يا راهي كارثة مدربين ما زال ما يبدوش البطولة نحاهم مدربين ينقص مباراة نحيوه ما كاش مشاريع ما كاش اهداف مسطرة ما كاش واحد يدير لازم منتخب هو يكون الاكزامبل هو اللي يشوفه احنا مدرب هذا ما تتدرش عنده حتى الفين وستة وعشرين واحد مش ما تحاسبهوش بصح انت من الالفين وستة وعشرين خليه يخدم خليه يخلاص الكونطرة تاعه ما حققش الاهداف دياله السلام عليكم نعم نعم شيء واضح نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني والناخب الوطني في الاستحقاغات المقبلة كإشارة المباراة المقبلة ستكون مباشرة دخول في غمار كأس من أفريقيا مباراة ودية تحضيرا الكان ثم الكان مباشرة إذا مشاهدينا بهذا نكون قاد اختربنا إنما نقل وصلنا لمسك ختام هذا عددنا شكره كاي الأخ ظهير جزيرة شكرا على كل مقدمة شكرا الأخ يوسف بارك الله وفيك على الدعوة والشيخ ماصر وكل متتبعين وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخبنا الوطني وكل الدعم للمنتخب الوطني ليس كشخص لأي المنتخب الوطني جميعهم بالإداريين بالمدرب باللاعبين بالجمهور نتمنى الحظ شكرا جزيلا الأخ ظهير أستاذ ناصر أيضا شكرا جزيلا لكل مقدمة شكرا شكرا الأخ ظهير أخويا يوسف سنجوز تحية لإنسان الخلوق بغدادي سليم من برج البحري أحد متتبع الحصة دينا ولي راه فرحان بالمنتخب كتير يعني إنسان اللي يحب الفريق الوطني دياله نسلم عليه وإلى الزوج الكريمة وإلى أبنائه سارة وآدم ورايا أتمنى لهم النجاح في الدراسة وآخر كلام سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أستاذ مصر بهذا إذن مشاهدين أنكم قد وصلنا لمسك الختام فقبل أن نختم نبدأ ندوى الله أن ينصر إخواننا في فلسطين ومنصرهم وكن عونا إليهم يا أرحمة الراحمين إذن بهذا مشاهدينكم قد وصلنا لمسك الختام تقبلوا فائقة تحياتي أنا يوسف بن سراي وأخيروا الكلام سلام السلام عليكم